قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله ابو حبيب ناجهات دولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم الاستقالة بعد خلاف دبلوماسي مع السعودية وبعض بلدان الخليج الأخرى بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المثيرة للجتالة وصرح الوزير للصحفيين بعد اجتماع أزمة بهذا الشأن بأن عدة شركاء دوليين قالوا لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاستقالة فعليه أن يستبعد هذا الأمر وكانت الكويت قد سارت على خطى السعودية والبحرين وقررت الطلب من القائمين بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في بيروت وذلك على خلفية تصريحات قرداحي بشأن الحرب في اليمن وقالت وزيرة الخارجية الكويتية في بيان إن دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور وطلبت من القائمين بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال 48 ساعة وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياستها فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها ترجمة نانسي قنقر